طلابنا يعطيكم ألف ألف حافظ اليوم إن شاء الله راح نبلش بحل نماذج وزارية تحاكم الساول وزارة 30 سؤال ضع دائرة لكل نموذج السئلة المقالية ما راح حلها لأنه راح تنزل القوة رقي ولكن أنا بهمني هلأ السئلة ضع دائرة 30 في 4 نماذج بنحكي عن حوالي 120 سؤال ضع دائرة كافيات وشاملات لكل إشي ممكن يمر معنا في ابتحان وزاري بإذن الله طيب ما بدنا نطور عليك في الحكي خلينا بلش نحل مباشرة حتى نستغل وقتنا وما نضيع وقتنا بس في إيش في الحكي وفي الإرشادات إحنا بشكل عام راح أبلش شرح وحل حل وعلمك كيف تحل الدائرة حل يعني في أسل ما راح حل إجابة نموذجية إجباري لأن أنا قابل في سؤال ضع دائرة مش قاعد بحل في سؤال مقالي فتعلم كيف تجاوب جابة سريعة ده سؤال ضع دائرة بحيث تستغل وقتك في الامتحان طيب النموذج الأول ما أعطيني فيه عندها 30 سؤال ضع دائرة السؤال الأول بقولك من خلال شكل المجاور والذي يمثل منحنا الاقتران جيل إكس أي من قيم إكس يكون عندها الاقتران متصل لكن غير قابل للاشتقاق طيب حتى يكون متصل بد يكون فيه لا فجوة لا فجوة ولا يكون فيه انقطاع هلا هنا فيه عندنا فجوة فيه انقطاع عند الإكس واحد وفيه عندنا فجوة عند إكس الاثنين إكس أربعة فيه عندها فجوة بس فوقيها دائرة مغلقة فوقيها دائرة مغلقة إذا كانت فجوة فوقيها دائرة مغلقة غير متصل هلا فجوة وفيش فوقيها دائرة ولا تحتيها دائرة مرضو غير متصل والانقطاع غير متصل هلا هو شو طلب متصل فبالتالي إلغي إكس واحد وإلغي إكس اثنين ولغي إكس أربعة إلغي إكس واحد وإكس اثنين ولغي إكس أربعة شو بصف عندك؟ إكس ثلاث هلا إكس ثلاث متصل لأنه لا فيه فجوة ولا انقطاع غير قابل لإشتقاق لأنه رأسه مدبب فالأولى بصفي جوابها كم؟ بتشوابها سي هل فيه شغلة مهمة يا جماعة فيه طريقة حل إحنا بنسميها الاستثناء مرات بيجيك سؤال وخصوصا في المواضيع المقالية يعني مش الحل هذا يعتبر زي الموضوع مقالي زي سؤال مش مقالي خلي نقول مش مادة حل مادة زي المواد الأدبية هذا يعتبر زي وزيهم لأنه بده واحد إيش؟ حافظ القاعدة استخدم أسطوب استثناء إذا ما عارش تتحل يعني أنا مش حارف يحل السؤال ولكن بشوف شو الإجابات اللي مستحيلة طبعا في سؤال حل فيش شيش أقول مستحيل إلا غير يحله أنا بحكي الأسئلة التي تعتمد على قاعدة استثني الشغلات اللي مش ممكن تكون هي جواب وبعدها بصف عندك الخيارات أقل بصير أسهل إليك لمين للحل طيب نيجي عن دائر رقم 2 يا جماعة الدائر رقم 2 بقولي إذا كان F تحتين للأربعة تساوي الثنين F فتحة للأربعة سالب واحد F الأربعة تساوي خمسة بده F على F فتحة كلها فتحة لمين للأربعة طيب هس هو طالب مني F على F فتحة كلها فتحة للأربعة القائد بتقول لك مشتقة قسمة اللي هي المقام F فتحة للأربعة في مشتقة البصد في F فتحة للأربعة ناقص البصد F الأربعة مشتقة المقام F فتحتين للأربعة على المقام تربيع F فتحة للأربعة وكلها إيش كلها تربيع هلأ كل القيام معك F فتحة للأربعة اللي هي سالب واحد في سالب واحد هي واحد ناقص F الأربعة في F فتحتين F الأربعة كم قلنا؟ 5 في F فتحتين اللي هي 2 5 ب2 بتطلع عندنا كم اللي هي 10 على لا,ُف فتحة الاربع، قدش يقول لنا فتحة الاربعقة قلنا يا جماعةُ الف فتحة الاربع اللي هي سالب واحد سالب واحد تلبي اللي هي واحد فبدي يطلع عندي واحد إلى داخل عشرة سالب 9 على واحد يعني يطلع عندي الاجبه بالسالب 9 اللي هو اي خيار بدي يكون سالب 9 طيب خلين أمسحهاي لانه فيها خللهاي لاااا choose سالب 9 اللي هو الخيار رقم كم رقم B خيار فرع B إذن الثانية جواهد يكون بي لهو كام سالب لسالب طيب هقلنا منلكو الشاشة الحال بيصير هون والأسئلة هناك يلا نيجي على السؤال الثالث السؤال الثالث بيقول إذا كان h برايم للسالب واحد تساوي 2 و h السالب واحد تساوي 1 f في الـ x يساوي 2 البيع على 3 في h الـ x بدو f برايم لكم للسالب واحد أنا عندي f في الـ x يا جماعة f الـ x يساوي قلنا 2 2 البيع على 3 h الـ x البيع على 3 مضروف في من في h الـ x حسنا بدي f برايم للسالب واحد بجيب له f برايم للـ x بقول هاي f برايم للـ x حسنا لما بقول عن 2 زاوية أولا جي أشتق الزاوية بعدين أشتق الثان و أخلي الزاوية الزاوية جاي عدد في اقتران نزل للعدد اشتق الاقتران h برايم للـ x حسنا أشتق الثان وخلي الزاوية secant تربيع البيع على 3 h الـ x طيب بدي أنا عوض شو بدي أنا عوض؟ بدي أنا عوض واحد هو طالب f برايم للسالب واحد بيجي بقول هاي f برايم للسالب واحد تساوي بيع على 3 ضرب ما بقول h برايم للسالب واحد يا جماعة أنا كايب بحلف سؤال ضع دائرة خلاص خد جوابها h برايم للسالب واحد كم؟ اللي هي اثنين ما تفصل في الحل في secant تربيع h السالب واحد قديش قلنا h السالب واحد هيها h السالب واحد تساوي واحد واحد في باي على ثلاثة يعني باي على ثلاثة انت بتحل في سؤال قاعد إيش؟ سؤال ضع دائرة ما في داع تفصل له بتقول لي هذه 2 باي على ثلاثة 2 باي على ثلاثة ضرب السي كانت اجوا معها مقلوب المين؟ كوساين كوساين والستين مص اقلبها 2 zd 4 إثنين باي في أربعة علينا انت تطلع لنا 8 باي على ثلاثة اللي هي اي جواب 8 باي على ثلاثة اللي هي فرع بي ما تفصل في الحل طيبą نيجي على السؤال الرقم 4 السؤال 4 شو بقولك؟ إذا كان F' للأكس وساوي واحد على X F بعد G للأكس وساوي X بده G' للأكس هل هو قيل لك إنه F بعد G للأكس F بعد G للأكس قدش تساوي؟ تساوي X وحكي لك إنه F' للأكس وساوي كم؟ واحدة X بده G' هل شو بده يقول؟ طبعا حكينا إنه F' للأكس تساوي واحدة X إذا تفهم شغلة لما قل لك F' للأكس وساوي واحد على الأكس يعني F' لأيش مكان يساوي واحد على الأشي هذا؟ يساوي واحد على الأشي هذا؟ هل هو شو طالب مني؟ هو طالب مني G' للأكس طيب اشتق لي هاي؟ بتقول لي G' للأكس في F' للأكس تساوي X شو مشتقتها؟ واحدة تشتقت طرفين يعني بيطلع عندك G' للأكس ضرب هلأ بدي F' للأكس؟ ما شو قل لك F' للأكس واحد على أكس؟ معناته F' للأكس إبارة عن واحد على جي الأكس الواحد على جي الأكس تساوي كم؟ تساوي واحد اضرب تبادلي بتصفي عندك G' للأكس تساوي جي الأكس هل موجود في الخيارات ولا لا؟ G' للأكس اللي هي تساوي جي الأكس F' للأكس واحد أكس جي الأكس إدهم فرع دي هي فرع دي كم سؤال حليت؟ حليت أربعة أربعة، خمسة، ستة بالكثير نقول إجاباتهم مباشرة، روح دفتر للإجابة وظل للإجابات ما تيجي تخلص للـ عفواً، الحمد لله ما تيجي تنقول لإمتحان كامل وتخلص بإمتحان كامل وتقول تنقول في الدوار لأنه ممكن واحدة تخربط فيها تنزلها تحت على البعديها كل إجاباتك تصفي خطأ، تعال أشطب وتعال إمسح ما راح تلحق فخلص، خمسة، ستة مع بعض، ارجع نقولهم عدف سعد عامين عورقة المازح الضوي، تنتقل على البعض، زي هي؟ كل أربعة، خمسة نكونن مع بعض، ستة بالكثير أما ما تروح تلي والله تحلي العشرين وتروح تنقول لهم بلاش تخربط طيب، نجع السؤال بعده اللي هو سؤال رقم خمسة، بقول لي هتحرك جسيم حسب العلاقة VT، هذا سؤال رقم كم قلنا؟ خمسة عندنا VT تساوي C في جذب ST شو أقول لك سؤال؟ فأقول لك، إذا كان هذا تسارع ثمانية متل لكل ثانية التربيعي له والتسارع ST أكبر من صفر وC أكبر من صفر فإن قيمة 2C كم تساوي؟ هذا وجد قيمة 2C حكي لي التسارع يساوي ثمانية، يعني AT A T تساوي كم؟ تساوي ثمانية طيب، هس إحنا AT كيف نجيبها؟ لو اشتقينا V مش مشتقة السرعة بتعطينا التسارع تعالي لعا VT اشتقها بتطلع لك AT يساوي هلا هون V بدلالة مين بدلالة S؟ معنات هون بيكون الاشتقق ضمني مش صريح لو كانت V بدلالة T كان قلنا AT واشتقينا عادي بس هي بدلالة مين بدلالة ST؟ بس اشتق ضمني، بدأقول هي C مشتقت ما داخل الجذر ST شو مشتقتها؟ مشتقتها يا جماعة VT على اثنين بالجذر نفسه، جذر ST طيب، هس هو قال لي انه AT كم تساوي؟ تساوي ثمانية تساوي ثمانية طيب، شو بدأجي أعمل؟ بدي أحاول انه بدي أوجد يعني انه المجهول عندي C، بدي أخلي C تضلها لحالها، ما بدي اشي معها، شو بدأسوي؟ VT هاي، بروح بجيب من الخطوة القابل، شو بحط مكانها؟ C في جذر ST، بصفي عندي هاي الثمانية تساوي C خلي لي يا هاي VT عبارة عن C صارت C تربيع في جذر ST على اثنين جذر ST بتروح جذر ST مع جذر ST صار عنا C تربيع اضرب تبادلي تساوي 16 تطلع إما C تساوي أربعة أو C تساوي كم؟ سالب أربعة السؤال معطيك معلومة، شو قيل لك؟ قيل لك C أكبر من صفر، فبالتالي هيتحمل حسن تبتيج دايش ساطر بقولي C تساوي أربعة، بتلاقيه أول خيار لاحظ، مش ولا خيار ثاني، أول خيار مباشرة بتحطها صح؟، هذا الحكي غلط اقرأ صغيرك منيح السؤال ما قل لك بدي قيمة C، شو بدي؟ بدي 2C فرعبية، احنا مشكلتنا نقرأ السؤال، نقرأ السؤال، ما بنكمل القراءات مباشرة من روعة طول على الجواب، بقول ولا طلع لي أربعة وفي الغالب مع فكرة لما يكون سوي لك فكرة زيك في الوزاري، فكرة زيك طالب مش C، 2C، هو غريب هو المفروض يقلب C في العادة، بس لما يطلب بينك 2C، بتلاقي الجواب اللي عندك غلط، حط لك يا أول واحد في الخيارات حتى تشوفه خلاص ما تكملش انتبه، هو بده 2C مش C طيب، نجعل السؤال بعده سؤال ستة سؤال ستة بقول لي إذا كان Y تساوي كوتان X زائد ثلث كوتان تكيب الـ X بده دي Y عدد X، اشتق بتقول هي دي Y عدد X في الغالب، أسئلة الاشتقاق الزيت بكون فيها لغم بكونتك تشتق، ولكن بده تزبيط حتى توصل لوحدة من الإجابات في الغالب، بس مرات بيجيب لك يا مباشر بس نادر ما يجيبه مباشر مشتقت الكوتان سالب كوسيكنت تربيع الـ X كمّل زائد ثلثة ثلاثة اللي هي بتروح شيه اللي بلقوه 1 كوتان كوتان تربيع الـ X مشتقت الكوتان سالب كوسيكنت تربيع الـ X في الغالب، مش راح تلاقي الخيار هذا بانجوز الخيارات تطلع في الخيارات اللي عندك كوسيكنت قوه 4، سالب كوسيكنت قوه 4 سالب كوسيكنت تربيع كوسيكنت تربيع يعني هو بس نشوف كوسيكنت، ما أدي يشوف كوتان طب نبدأ أخلص من الكوتان طلع شو بدأ أسوي بدأ أخذ سالب كوسيكن تربيع X عمل مشترك شو بظل من الأولى؟ واحد شو بظل من هاي؟ زائد كوتان تربيع الـ X أنا أخدت السالب والكوسيكن تربيع أخدت من هاي ومن هاي ظل هاي مكانها واحد وهاي شو ظل مكانها؟ كوتان تربيع طب أنا بعرف أنه الواحد زائد كوتان تربيع تساوي كوسيكن تربيع صارت سالب كوسيكن تربيع فكوسيكند تربيع سالب كوسيكند قوة 4 للإكس اللي هو أي خيار راح يكون سالب كوسيكند قوة 4 للإكس اللي هو فرع مين فرع س فرع س في الغالب لما يقول لك اشتق مباشر ما بيجيب لك السؤال وخصوصا إذا دائري أو لغة مات دائري أو لغة مات ما بيجيب لك الجواب جاهز بيقول لك تشتغل على الجواب حتى توصل مين واحد من المطلبات طيب نجي على فرع سبعة فرع سبعة شو بقول لي بقول لي إذا كان فرع سالب 1 تساوي 0 وفرع سالب 3 إكس ناقص 1 ناقص أي كلها تربيع في إكس تربيع تكيب الواحد ناقص أي تربيع كلها هي تعتبر ثابت تعامل وعاملت ثابت لأنها أصلا هي ثابت فإنها مجموعة قيم الثابت إيه طيب حتى تضلع قيم الثابت إيه اللي بتحقق اللي حقها بيجيب فرع سالب 1 نجي بنقول هاي فرع سالب 1 عنا الثلاث إكس مشتقتها ثلاث طيب كمل ناقص عنا ثابت في إختران خلي الثابت ناقص واحد ناقص أي اللي هي واحد ناقص أي أشي قلنا تربيع اشتق لي إكس تكيب نزل القوشي منها واحد هي ثلاث إكس تربيع هيشتقينا مين إف في الإكس طيب هسو قال لي إف برايم للسالب 1 وساوي صفر باجي بقول هاي إف برايم للسالب 1 عوضي سالب 1 ثلاث ناقص ثلاثة في واحد ناقص أي كلها تربيع السالب 1 تربيع خلص بتربيع تساوي كم قال لي قال لي تساوي صفر إرجع تأكد لنش كونه مخربط تساوي كم صفر طيب نقول لها يعجيها الثانية يطلع عندك ثلاثة تساوي ثلاثة في واحد ناقص أي تربيع اقسم على ثلاث على ثلاث بطلع الواحد تساوي واحد ناقص أي تربيع خذ الجدر التربيهي 1 ناقص A تساوي 1 أو 1 ناقص A تساوي سالب 1 أنا بدي A نقل A وجيب الواحد تطلع A تساوي 0 هون نقل A جيب السالب 1 بتصير موجب 1 مع الواحد إذن A تساوي 2 إذن إما A تساوي 0 أو A تساوي 2 معنى تصف عندي مين فرع منين فرع د إذن 7 فرع منين فرع د بس تأكد مرات في السؤال بيكون قيل لك حيثه A أكبر من 0 حيث أقل من صفر هيدا ما نتأكد منه طيب نجعل السؤال بعده سؤال ثمانية جماعة أنا بدنا نحل بطريقة بحيث أنه ما نقعد والله ثلاث ساعات ونحن بنحل في الدوائر طيب سؤال ثمانية بقول لك إذا كان ي تساوي لن جدد الاكس زائد خمسة على اثنين لن للأكس بده دي ي عادي اكس طيب طلع الخيرات ثلاثة اكس اكس ثلاثة اكس و اكس على ثلاثة دائما اللن قبل ما تشتقه زهده خلي لي اخوه نص وطلع نص بره فبتصفي واي تساوي نص لن الاكس كمل نص لن الاكس زائد خمسة على اثنين زائد خمسة على اثنين لن الاكس هسا بقدر اشتق بندين اجمع بس ما هم بتجمع مع بعض يجمع ليش ما اجمعهم ليش ما اقول واحد وخمسة ستة على اثنين يعني ثلاثة لن الاكس بعدين بقول دي ي عادي اكس يساوي ثلاث ضرب مش تقتل لن واحد على اكس اذا ثلاثة على اكس معناه دوكال صف عندي فرعمين فرعمين طب استاذ سهل هذا بيجي وزاري او بيجي جماع مش كل سؤال اسئلة الوزارة لازم تيجي طويلة وبدها شغل وشغلها معقد في هيك وفي هيك في اشي بده شغل في اشي ما بده شغل في دوائر بالنظر بتحلها مش كل دوائر راح تجيك حل وحل طويل لانه نحن نحكي عن انتحال وزاري في مجموعة كبيرة من دوائر ما بزوط جيب لك اياكولاتها حل وطويل مستحيل يعني معظم الاسئلة او خلي نقول ستين باليمين من الاسئلة تيجي مباشرة سريعة جدا حتى انت بتشوك في حالك لا حالك صح تأكد ان انت ماشي صح معناه جوابك صح طيب نتجع سؤال 9 سؤال 9 بيقول لك معطيك فى الاحس يساوي اي قوة اكس زائل 3 لن الاكس بده اف برايم طلع اف برايم دولاي كثير ف معطيك إياها واضح انو ما في لن في الخيارات صح معناه تضبط لي سؤالك بيقول لي فى الاحس يساوي احنا عنا ايش اي قوة اكس اي قوة اكس ضرب اي قوة ثلاث لن الاكس وراح ثلاث لن الاكس بتشيل اللن حط الثلاثة قولة أنه ما بروح لإي مع اللن بتروح إذا كانت قوة مباشرة بصف عنا f في الـ x يساوي إي قوة x في إي قوة لن الـ x تكعيب إي مع اللن بتروح تصف في f في الـ x تساوي x تكعيب إي قوة x طيب جبنا مين؟ جبنا f في الـ x السؤال شو طالب؟ طالب f برائم للـ x يلا شتقدر باخترا نعم f برائم للـ x الأول x تكعيب مشتقد الثاني إي قوة x زائد الثاني إي قوة x مشتقد الأول ثلاثة x تربيع اللي هي بتطلع عنا ثلاثة حدين يعني هاي اللي فيها حدين x تكعيم في إي قوة x زائد ثلاثة x تربيع في إي قوة x اللي هو فرع مين؟ فرع سي أنا لو ما كان واضع الأسئلة ما كان واضع الأسئلة شو بسوي؟ بقول مش f بقول y تساوي y تساوي وبطلب d y عادي x الخيار هاد بحطه إيش؟ بحطه y زائد ثلاثة x تربيع إي قوة x عساس تكون عارف إنه لازم هاي نفس السؤال مش هي نفس السؤال نفس f الـ x فهي بداخل أوضغف دلالة مين دلالة طول يعني عشان السؤال يصير هيك يعني فيه شغل إيش؟ لو بسيط طيب نيجع على دائرة رقم عشرة دائرة رقم عشرة هاي هيك طيب دائرة رقم عشرة بتقول لي معادلة عمودي على المماس لابدنا نحن لدي اقتران f الـ x عندما يكون المماس موازيا لمين لمحور x معناته الميل يساوي كم يساوي صفر يعني f برايم للـ x تساوي كم تساوي صفر لابدنا نحن المماس موازيا بحور x معن når مماس يساوي صفر يعني كأنه بقول لك f برايم صفر جيب لي f برايم f برايم الي هي عبارة عن 4 x تكيب ناقص 4 بقول هاي 4 x تكيب ناقص 4 تساوي صفر بطلع عندي 4 x تكيب تساوي 4 يعني x تكيب تساوي واحد يعني X تساوي واحد صار السؤال شو بده؟ صار زيه السؤال بده معادلة عمودي على المماس يمنحني اقتران F في الـ X عندما X تساوي واحد طب لما X تساوي واحد بدك سواء معادلة مماس ولا عمودي على المماس بدك شغلتين بدك المين وبدك X و Y صح؟ أنا عندي X بدأ جيبه له Y بقول له F الواحد تساوي عوض للواحد في الاقتران 1-4 سالف ثلاث هاي نقطة التماس واحد سالف ثلاث عوض الواحد في المشتقة F' للواحد اللي قديش تساوي تساوي صفر لأن أصلا معي F' للـ X هاي عبارة عن ميل المماس هلا في قاعدة يا جماعة وحكيتها للطلاب وأكدنا عليها قلنا يا جماعة إذا كان ميل المماس صفر ميل العمودي شو بيكون؟ غير معرف طب أي مستقيم ميله غير معرف شو معادلته؟ بتكون معادلته Y تساوي Y لنقطة لا أنا آسف X تساوي X تساوي X لنقطة التماس العمودي المماس ميله صفر العمودي شو بيطلع ميله؟ عدد على صفر يعني غير معرف أي مستقيم أي مستقيم ميله غير معرف شو بتكون معادلته؟ X تساوي X تبعت نقطة التماس فبالتالي العمودي معدلته راح تكون X تساوي كم X تبعت نقطة التماس؟ واحد إذن X تساوي 1 اللي هو أي خيار اللي هو X تساوي 1 اللي هو فرع مين فرع C فرع C إذن أي مستقيم ميله غير معرف معدلته X تساوي ل X تبعت نقطة مين التماس طب هذا السؤال 10 نجي على السؤال 11 لاحظنا في السنوات الأخيرة جماعة أسئلة المقالة في أسئلة منها طويلة بدها شغل وفي أسئلة بدها مباشرة زي ما حكيت قبل شوي الأسئلة بدها شغل هي عمار عن أسئلة سنوات سابقة كانت تحل يعني كانت في الزمنات تيجي كأسئلة تحل مش كأسئلة تضع دائرة فبدك تنتبه للشغلة هاي ولا مش والله معنى دائرة معنى تحلها خطوة وخطوتين ومش معنى دائرة معنى كل الدواء لازم يكون حلها طويل حسب سؤالك حسب سؤالك يعني هات بتذكر مرة أجل سؤال الوزاري كان عليه 8 علامات زي 8 كان عليه تمام فبالتالي مش دائما سؤال الوزاري الضائرة طويل مش دائما تصير حسب ايش حسب السؤال طيب عنا ف التسعة يساوي نص وف تربيع للإكس تكعيب زائد واحد تساوي اكس ناقص 7 على 4 بدو ف برايم لكم للتسعة طيب تعال نشتق هاي هلا لما أقول لك ف تربيع بس ضبط لي اياها هي عبارة عن ف الإكس تكعيب زائد واحد وكل هاي ايش تربيع هلا هاي كم تساوي قلي تساوي اكس ناقص 7 على 4 هلا بدو اشتقها هاي بنزل للقوة 2 بشيل منها واحد اف الإكس تكعيب زائد واحد ضرب بغط القوة بشتق بشتق الداخلي ثلاثة اكس تربيع بشتق الخارجي بيخلي الداخلي اف برايم لا اكس تكعيب زائد واحد هذا كله مشتقت الطرف الشمال الطرف اليمين قدش مشتقته يساوي واحد طيب السؤال شو طال طالب اف برايم لا التسعة بدي العدد اللي اعوضه هون ويسير عندنا تسعة فبالتالي شو بعمل بقول اكس تكعيب زائد واحد تساوي كم تسعة يعني اكس تكعيب تساوي ثمانية يعني اكس تساوي اثنين لو كانت هاي اف برايم للإكس عادي يعود تسعة مباشرة بس لأنها اقتران الجوة بتساوي الاقتران في المطلوب شو المطلوب المطلوب عند مين عند التسعة فبتساوي اكس تكعيب زائد واحد بالتسعة ليش عساس لما تمسك الاثنين وتعوضها هون يطلع لك تسعة يسير عندك اف برايم للتسعة وضحات طيب هلا اثنين ثمانية واحد تسعة اف في التسعة واجيبها اف في التسعة كمص ما تفصل حل انت بتحل في سؤال ضع دائرة ضرب احنا بنعوض اثنين تربيع اربعة في ثلاثة هي اطناعش فف برايم لا ثمانية واحد تسعة تساوي واحد شيل الاثنين مع الاثنين اقسم على اطناعش عطناعش فبطلع واحد عطناعش يعني فرع مين فرع دي فرع دي حل لك دائما خليه يكون سريع طيب نجي على سؤال اطناعش سؤال اطناعش شو بقولك بقولك اذا كانت المشتقة ان للاقتران اف ان للاكس بده اف خمسة للاكس بده المشتقة الخامسة هلا المشتقة ان للاقتران هيها طيب بدي المشتقة الخامسة يعني عوض مكان ان خمسة بتقولي اف خمسة للاكس تساوي سالب واحد قوة خمسة فيه خمسة مضروب على خمسة او اكس قوة خمسة زائد واحد تساوي كم تساوي ستة يعني الفكرة بس عوض تعويض وما انه انت بتعرف المضروب من الاحصاء والاحتمالات فالمفروض تعرف تحل السؤال زي هيك فبتقولي السالب واحد قوة خمسة هو سالب واحد ضرب الخمسة مضروب يا بتدخله على الحاسبة يا بتقولي خمسة بأربعة هاي عشرين في ثلاث ستين باثنين هاي مية عشرين على اكس قوة ستة فبتطلع سالب بي وعشرين على قوة ستة اللي هو فرع مين فرع ايه فرع ايه لهو معطيك يا جازة هو بقولك المشتقة ان تساوي هيك طيب كم المشتقة الخامسة يعني كانوا بقولك عوض لكل إن في السؤال بكم؟ بخمسة يعني سؤال تعويض بس سؤال كتاب سؤال 13 بعطيك إف في الإكس اخترار متشاعب بده قل من م وبيلتان تجعلان إف في الإكس قابل للاشتغاق عند إكس وساوي 2 هلا ما إنه قابل للاشتغاق عند إكس وساوي 2 وهذا السؤال الجماعة حليناه في المادة وقلنا عنه من الأسئلة اللي تعتبر إيهاش مهمة سواء ضع دائرة أو إيهاش أو حل هلا معنى قابل للاشتغاق لازم يكون متصل تساوي الليمت من جهة اليسار ولكن إحنا اختصرنا حالنا إذا السؤال ضع دائرة ما إنه متصل بتعوض ل2 فوق وال2 تحت في الإقتران بعدين بتشتق بتعوض ل2 فوق وال2 تحت وبتساوي في بعض بس مضحة جغل قابل للاشتغاق يعني متصل متصل يعني عوض ل2 فوق وعوض ل2 تحت تكتب لهش لمت خلاص لأنه سؤال دائرة 2 تربيع دي طلعنا 4 تساوي M في 2 يعني 2M زائد B هاي المعادلة الأولى هس تشتق لي هاي لحال وهاي لحال الأولى مشتقتها 2X والثانية مشتقتها M ما تقول له خلاص يمين ويسار وغيره لأنه بحل في سؤال ضع دائرة ارجع مرة ثانية عوض ل2 في المشتقة وفي المشتقة وسويهم 2 ب2 هاي 4 تساوي M 4 تساوي M طب السؤال شو بده؟ بده قيمة M و B مرة في سؤال زي هيك كان مالش دخل في الموضوع حاضي يعني سؤال ثاني كانت M طلعت معي 4 اطلعنا فيه خيار فيه 4 واحد سالب 1 و 3 طب الخيار الوحيد فيه 4 هو هاي فأكيد هذا الصح مستحيل يكون خيارات ثانية صحية ففيش دعي روح أطلع قيمة مين قيمة مين طب M 4 عوض للأربعة هون بتقول للأربعة تساوي ثمانية زائد B تطلع عندنا B تساوي سالب أربعة معناته بنحكي عن مين عن فرع إيه فرع إيه طب نجعل السؤال البعده سؤال 14 طيب بيجلي سؤال 14 14 بيقولك إذا إحداثي هي دقطة التي يكون عندها لمنحنة F في الـ X مماساً أفقياً شو يعني مماساً أفقياً يعني مشتقة تساوي صفر بتجيب لي F' للأكس بتقولها هي F' للأكس تساوي هل هنا أنا عندي مشتقة قسمة اللي هي المقام E-X في مشتقة البسط اللي هي 8 ناقص البسط اللي هي 8 في X ناقص 2 في مشتقة المقام اللي هي EQ على المقامتربيع مش مهم المقامتربيع أنا بحل في السؤال ضع دائره بدأ ظل أن أذكر فيك طيب هلما ماسا فقي يعني مشتقة تساوي صفر إذا مشتقة بسط على مقام بتساوي صفر بتساوي البسط بالصفر لما تساوي هاي بالصفر خذ 8 E-X عمل وكمما الجديدществ،طب � فضأم يمكنك فـاكل كثير من هذا . لربما نتقبل أهل على We'll- process لكن أتيّا عندك تتحämين،دخل الناقص على ناقصِ X ناقص X ولناقص على 2 هيزاية 2 هذه المستحيل بالإمكان أن تستغير مستحيل ت real bad كانت ذاكاً تحميلها تبدو كلция يمكن picked up إن أجل الـ C لخيئت تحدרים هذه Thomas af أعتقد بتخطيب م等一下 إحداثتي X وال victoto تساوي 3 في عنا هاي في عنا هاي لو واحدة ثلاث كان اعتمد تعطول يلا مش مشكلة نعوض F3 بقول هي F3 تساوي 3 نقص 2 واحد في 8 8 على E تكعيب هي 8 على E تكعيب معناته النقطة بتقصف في 3 مع 8 على E تكعيب يهو أي خياط 3 مع 8 على E تكعيب اللي هي طلع E تكعيب فوق تصير E قوى سالب 3 ف3 مع 8 E قوى سالب 3 يعني فرع مين فرع C فرع C طيب السؤال بعده يعطى منحنة بالمعادلة الوسيطية y تساوي 2 في 1 ناقص cos t و x تساوي 2 في t ناقص sin t حيث t بين الصفر و الاثنين باي شو بقولك السؤال بده مجموع مين المماس والعمودي على المماس عند t تساوي باي عربعة بدنا مين المماس و مين العمودي نجمحهم اللي عند t تساوي باي عربعة هلا بدك تجيب مين المماس تجيب دي واي عدي اكس صح؟ بتقولي اول شي دي اكس عدي تي عدي تي اشتق لي هال مشتقتها 2 في تي شو مشتقتها واحد ناقص الساين هاي كوساين تي طلي علي دي واي عدي تي دي واي عدي تي بده اشتق مين ده اشتق هاي 2 في واحد بتروح الواحد مشتقتها خلاص صراحة صفر ناقص الكوساين أشتقتها من سالب ساين مع السالب بتصف Long Sine ty هلا انا بتي دي واي عدي تي coach dy عدي اكس قلقي دي واي عدي اكس دي واي عدي تي في دي تي عدي اكس دي واي عدي تي اللي هي عبارة عن 2 син التي دي تي على دي اكس بدأ أقلبين؟ بدأ أقلب هاي صح؟ بتصفي عندك 2 في 1 ناقص كوساين تي بنشيل الاثنين مع الاثنين هلا دي ويا دي اكس طللت ميل المماس وقل لك عندما تي كم تساوي؟ تي تساوي بيع أربعة هلا بقول له الميل تبع المماس عوض لي تي تساوي بيع أربعة ساين البيع أربعة واحد عجل الاثنين على واحد ناقص كوساين البيع أربعة واحد عجل الاثنين واحد عجل الاثنين على هون تحت واحد لمقامات هاي عبارة عن جدل الاثنين عجل الاثنين صح؟ بتصفي جدل الاثنين ناقص واحد على جدل الاثنين اضرب في المقلوب بتصفي واحد عجل الاثنين في جدل الاثنين على جدل الاثنين ناقص واحد تمام؟ شيء للجذل الاثنين مع جذل الاثنين بتصفي واحد على جذل الاثنين ناقص واحد هذا ميل المماس هلأ ميل العمودي اقلب الميل وعكس إشارته فكأنه بقول لك ميل العمودي اقلب ميل المماس وعكس إشارته بتصفي عندك اللي هو عبارة عن واحد زائد أو سالب واحد لا السالب بتصير موجب والجذل بتصير سالب واحد ناقص جذل الاثنين هذا ميل العمودي هلأ السؤال شو طلب منك؟ طلب منك مجموع ميل المماس والعمودي على المماس اجمع لي رقمين مع بعض يعني واحد ناقص جذل الاثنين اللي وخير بعد ما قلبته عكس إشارته زائد واحد على جذل الاثنين ناقص واحد هلأ بتطلع واحد من هذول صح؟ طيب واحد لي مقامات اضرب هون في واحد في جذل الاثنين ناقص واحد وفوق في جذل الاثنين ناقص واحد عساس جميع هما بعض حس المقام صفة واحد اللي هو قديش جذل الاثنين ناقص واحد نجعل بسطة واحد في جذل الاثنين هي جذل الاثنين واحد في سالب واحد هي سالب واحد سالب جذل الاثنين في جذل الاثنين هي سالب اثنين وسالب جذل الاثنين في سالب واحد هي موجب جذل الاثنين زائد جذل الاثنين وفي عنا تكملة اللي هي زائد واحد اللي هي هاي هي زائد زائد واحد خلينا أحطه هون عشان ما تخربطش طيب هلأ شوف السالب واحد مع الواحد بتروح تمام هلأ جذل الاثنين زائل جذل الاثنين بتصفي اثنين جذل الاثنين ناقص اثنين على جذل الاثنين ناقص واحد خذ الاثنين عمل مشترك بتصفي اثنين فيه طيب استاذ هيك خربطت دنيا عادي أنا هيك بديك تحل بضع دائرة هيك بتنحل ضع دائرة يا جمعة الامتحان ما بحل بالترتيب أخذنا الاثنين بيظل عنا جذل الاثنين ناقص واحد وتاعت في عنا جذل الاثنين ناقص واحد بروح مع بعض بصفي الجواب الاثنين يعني أي فرع اللي هو فرع مين فرع بي فرع بي السؤال يعني يعتظر شوي طويل مش كثير شوي طويل السؤال بعده بيقول لي يمثل اقتران ST تساوي T1 على T T1 على T متغير قوة متغير معناته اشتقاق إيش لغة الاثنين طيب T1 على T موقع الجسم يتحرك في مسار مستقيم حيث S الموقع بالأمتار و T زمن بالثواني بده سرعة الجسم السرعة بده اشتق اللي هي إيش اللي هي S هلي باجي بقول S تساوي T قوة 1 على T تشتقها اشتقها كله قريتما يخذ اللين للطرفين لين S تساوي لين T قوة 1 على T نزل القوة بده يطلع عندك لين S تساوي 1 على T في لين T اشتق S' على S تساوي S' اللي هي عبارة عن إيش عبارة عن D اللي هو إيش اللي هو السرعة طيب ضرب اقترانين الأول واحد على T مشتقط الثاني اللي هو واحد على T زائد الثاني لين T مشتقط الأول سالب واحد على كم على T تربيع اللي واحد على T مشتقطها سالب واحد على T تربيع هل أنا بدي في لحالها بدي أضرب في S بقوله V تساوي S في واحد على T تربيع ناقص لين T على T تربيع طلع المقامات الموحدة بتقول لي V تساوي S في هل في في الخيارات S في الشي صح رجع لي S الأصل من فوق T قوة 1 T T قوة 1 T في قوة 1 T في 1 ناقص لن T على T تربيع في عنا في الخيارات زي هيك T قوة 1 T في 1 ناقص في قوة 1 T احنا قد طلعت معنا T قو واحد على T في واحد ناقص لن T على T تربية طيب في الخيارات مش معطينيها صح اشتغل على السؤال اللي طلع جواب اللي طلع معك طبعا جوابك اذا انت بتأكد محل لك حل لك صح مش والله اذا ما طلعش جواب معناته اكيد جواب غلط بجزء مش شغيل اشي معين طلع في ان هذا الخيار T قو واحد على T ناقص اثنين مش الاسف الجماعة في القسمة تطرح بتصفي T قوة واحد على T ناقص اثنين هي واحد على T ناقص اثنين كمل في واحد ناقص لن T اللي هي بص sauces عنها جواب ايش جوابين يعني ممكن يطلع معك الجواب بس لازم توصل لواحد من الخيارات يعني هو الخير موجود بس بدك تنتبه لنقطة معينة طمعا ليش فكرت فيها كانت عندي هاي فيها واحد ناقص لن T وهاي فيها واحد ناقص لن T هزول الثنتين موانا سؤال يقول ليه في واحد ناقص لن T T تربيع ما طلعت هون فيش T تربيع هون فشتي ترميع تبتالي يكيد اشتغل عليها رح تشتغل تعميم على الأسس يعني انت تكون شوي ايش شوي لمح طيب السؤال بعده جد النقطة او النقاط الواقع على منحنا الاقتران Fx التي تكون اقرب ما يمكن الى النقطة 0 و 2 اقرب ما يمكن يعني مسافة اقل ما يمكن يعني قاعدين نحكي عن تطبيقات قيم و قصوى النقطة شو بدي اسميها بدي اسميها x و y هاي النقطة x و y تكون للمسافة اقرب ما يمكن يمكن يجيب المسافة يكون اقرب ما يمكن لمن لصفر و 2 هاي النقطة صفر و 2 هل نسمي المسافة مثلا L عبارة عن تحت الجدر مسافة بين نقطتين x ناقص صفة تربيع زائد y ناقص 2 تربيع هل عندك متغيرين تمام هس هو معطيك علاقة مساعدة شو العلاقة المساعدة Fx Fx الجمع هي نفسها y شي اللي y حط لمكانها 4 ناقص x تربيع صارت L تساوي تحت الجدر x تربيع زائد 4 ناقص x تربيع ناقص 2 و كلها R تربيع يعني L تساوي تحت الجدر x تربيع زائد 4 ناقص 2 يعني 2 ناقص x تربيع كلها R كلها تربيع نشتق نشتق بصفر و نقص أصفر بصفر خط أعداد و ندرس إشارة و نقول لي L فتحة تساوي 2x زائد نزل ل2 شيل منها 1 اشتق ما داخل القوس سالب 2x على 2 بالجدر نفسه هلا بيش مهم باللي تحت لأنه أنا بدي ساوي بس البص بالصفر فبدأ قوله L فتحة تساوي صفر سوي البص بالصفر ولكن لو هذا الحد كله أخدت منه 2 عامل مشترك بينه وبين هذا بتقدر شيلها مع ال2 اللي تحت فساوي البص اللي هو X زائد 2 ناقص X تربيع مضروبة في سالب 2x 2 ناقص X تربيع مضروبة في سالب 2x بدي ساوي بكم بالصفر حتى ما أقول أضرب وأجمع عالشو دي سوي؟ بتاخد من هات ومن هات X عامل مشترك بنقول هاي X بظل 1 زائد هاي شو بظل منها؟ بظل منها 2 ناقص X تربيع أنا أخدت X صح ظلت مضروبة في كم هاي؟ هاي مضروبة في سالب 2 تساوي كم؟ تساوي صفر بديو طلع عندي إما إنه X تساوي صفر أو هاي اللي تحت تساوي صفر طب هاي شي عبارة عن إيش؟ 1 سالب 2 ب2 سالب 4 سالب 2 في سالب X تربيع زائد 2 X تربيع صح؟ تساوي كم؟ تساوي صفر صف عندك 2 X تربيع 1 نقص 4 سالب 3 وديها الجهة الثانية تطلع عندك 3 تطلع X تساوي إما 3 عن 2 تحت الجدر أو X تساوي سالب جدر الثلاث عن 2 نرجع لسؤالنا السؤال شو قال لك؟ جد النقطة والنقاط واقعنا منحنا الاقتران في الـ X التي هي أقرب ما يمكن لأن النقطة مين؟ صفر وثنين نشوف مين الأقرب ما يمكن طيب قيم X اللي طلعت لي طلع لي جماعة 0 طلع لي سالب جدر الثلاث عن 2 وطلع لي جدر الثلاث عن 2 ندرس إشارة المشتقة اللي هي الفتحة قبل سالب جدر الثلاث عن 2 عوض في المشتقة تمام؟ عوض في هاي وأن المقام دائما موجب لأن المقام جدر دائما موجب عوض في هاي طيب هاي بعد ما زبطناها مش لما يجينا جمعنا هاي كلياتها طلعت معنا اللي هي 2X تربيع كلها هاي طلع كم؟ 2X تربيع فصفت هاي إنسان إياها صارت 2X تربيع تمام؟ 2X تربيع لأ 2X تربيع نقص 3 ناقص 3 عشان المعاوض ما تغلبش في التعويض خذ عدد قبل السالب جدر الثلاث على الثلاث خذ مثلا السالب خمسة تربيع هي 25 باثنين خمسين 50 نقص ثلاث دي يطلع إشي موجب في سالب خمسة هيطلي السالب طيب بين سالب جدر الثلاث على الثلاث نين والصفر خذ السالب واحد السالب واحد grab 1 سالب واحد جاي هون خذ السالب soph السالب نص السالب نص تربيع هيكم تطلع؟ 4 في الثلاث نص نص نقص ثلاث إشي سالب في سالب هي موجب هاي سالب hoor هاي موجب هاي بترجع إياش؟ بترجع عندنا؟ نشوف بين الصفر وجدر الثلاثة على اثنين ناخده النص هون بتطلع موجب نص تربع ربع باثنين نص نص ناقص ثلاث سالب موجب في سالب هاي سالب هاي راح تطلع موجب متناقص متزايد متناقص متزايد هلا أقرب ما يمكن عند بين عند سالب جدر الثلاثة على اثنين وجدر الثلاثة على اثنين هي معصورتها طيب سالب موجب جدر الثلاثة على اثنين في عين هذا الخيار بس هو على فكرة لأنه في جهة عوض أكيد رح تطلع خمسة على ثنين إيش باري إذا هو الصح؟ فالجواب شو بدي يكون إيه؟ طلع أقول لك ليش ما يجي تعوضت الثنتين حتى أشوف من الأقرب؟ سالب جدر الثلاثة على ثنين يا جماعة وجدر الثلاثة على ثنين لو عوضهم هون في إل مش الثنتين عليهم تربيع؟ فالثنتين معطول نفس الجواب فبالتالي فيش واحد رح يكون جوابها أقل من الثانية فأكيد سالب جدر الثلاثة على ثنين وجدر الثلاثة على ثنين طيب ليش ما عوضت حتى أشوف الجواب؟ طلعت على واي اللي فيهم موجب وسالب جدر الثلاثة على ثنين فيه عندنا بس هاي الباقي بدون جدر صح؟ فبالتالي فيش غير هاي ما أنه فيش غير هاي فأكيد واي خمسة على ثنين بدون ما تأكد كسؤال ضع دايا طبعا في حله كسؤال مقالي لا بيفرق معنا كثير بصير الحل لأ كثير أطول طيب نجد السؤال بعده بقول لي تنتج مصر على ثنين صدوقا من شجرة الواحدة تقريبا عنده زراعة عشرين شجرة في كل فدان من الأرض ويقل إنتاج شجرة الواحدة بمقدار صندوق عنده زراعة شجرة إضافية في كل فدان بسبب قرب الأشجار الشديد بعضها من بعض ما عدد الأشجار التي يجب سراعتها في كل فدان لتحقيق أكبر إنتاج إيش؟ ممكن هذا سؤال له سؤال كتاب سؤال كتاب على إيش؟ على أكبر إنتاج ممكن يعني أكبر ما يمكن وأقل ما يمكن بيحكي عن تطبيقات قيم إيش؟ طيب هس عدد الأشجار كلها بدي أفرضها إكس تمام؟ هلأ الإضافية كم راح تكون؟ الإضافية هي عبارة عن عبارة عن مش هم كلياتهم إكس؟ الثابت قديش؟ عشرين الإضافية راح يكون عبارة عن إكس ناقص عشرين عشان يعرف قديش إضافية يعني مثلا عدد الأشجار كانوا 24 شجرة الإضافية كم واحد يعتبروا أربعة؟ لأنه في أصلا إحنا في عنا عشرين إجباريات تمام؟ فلما أقول 24 ناقص عشرين بيطلع كم؟ بيطلع أربعة طب لو أجينا للإنتاج بيقول لي السؤال قال لي يقل الإنتاج بمقدار صندوق عند زراعة شجرة إضافية كل شجرة إضافية بيقل الإنتاج كم صندوق؟ صندوق واحد الإنتاج كم كان؟ ثلاثين فبالتالي الإنتاج راح يطلع ثلاثين ناقص قديش الإضافية؟ عبارة عن إكس ناقص عشرين يعني ثلاثين ناقص إكس زائد عشرين يعني تطلع لنا خمسين ناقص إكس طيب هسا هذا الإنتاج تمام؟ وهاي اللي هي كل الموجودات في عدد الشجر وهي عبارة عن الأشجار الإضافية طيب السؤال شو قال لك؟ قال لك معد أشجار التي يجيب صراعاتها في كل فدان اللي يتحقيق أكبر إنتاج ممكن هسا لابد أجيب الإنتاج الإنتاج هو عبارة عن عدد الصندوق ضرب عدد الأشجار طيب عدد الأشجار كم سميته؟ إكس والصندوق خمسين ناقص إكس فبديو يطلع لنا الإنتاج خلينا نسميه إيه؟ عبارة عن خمسين ناقص إكس مضروف في مين مضروف في إكس يعني خمسين إكس ناقص إكس تربية هلأ بدي أكبر قيمة ممكن للإنتاج أكبر إنتاج اشتقل إياه طليع لإيه فتحة تساوي خمسين ناقص اثنين إكس سواها بالصفر بطلع الخمسين يساوي اثنين إكس على اثنين على اثنين تطلع إكس يساوي كم؟ خمس وعشرين هاي الخمس وعشرين شوف اللي قبل الخمس وعشرين عوض مثلا الواحد في إيه فتحة بدو يطلع لنا خمسين ناقص اثنين دو طلع إيش موجب وبعد الخمس وعشرين عوض الثلاثين خمسين ناقص ستين دو طلع إيش سالب تمام؟ إذن بدو يطلع عندك متزايد بعدين إيش ديكون متناقص ارجع لسؤالك سؤالك شو قال لك؟ ما عدد الأشجار التي يجب زراعتها في كل فدان؟ بدي إيش؟ بدي قيمة إكس إكس قم طلعت معنا؟ خمس وعشرين إذن يجب زراعة خمس وعشرين شجرة خمس وعشرين شجرة اللي هو أي فرع؟ فرع مين؟ فرع مين فرع مين طيب يا جماعة ليس سؤال تسارة عشر؟ أقول لك الشكل التالي يمثل منح أن الإقتران F فتحتين للإكس هاي رسمة المشتقمين الثاني للإقتران المعرف على R إذا كان للإقتران نقطة حرجة عندها واحد وF في الواحد فإن F الواحد هي قيمة إيش؟ أول إيش دائما يا جماعة إذا جاب لك إيش إلو علاقة في أصفار F فتحة لما قال لك نقطة حرجة يعني صفر F فتحة أصفار F فتحة ورسمة F فتحتين أو خلينا نقول التعويض في F فتحتين دائما نفكر في اختبار المشتقة الثانية طبعا ممكن السؤال ما يكون عليها ولكن خليها إحدى الخيارات الموجودة قدامك هلأ سؤال يختبار المشتقة الثانية هلأ شوف أقول لك نقطة حرجة عندها واحد وF الواحد يعني F فتحة للواحد تساوي صفر طبعا إحنا في درس اختبار المشتقة الثانية كنا نجيب اللي عند أصفار F فتحة ونعاوضهم في F فتحتين لقد قلت لك كم F فتحتين للواحد هاي الواحد هاي عنا واحد هاي عنا اثنين بس لأن الرسم مش واضح هاي الواحد F فتحتين إلها شو جاية؟ موجبة أكبر من صفر طب إذا المشتقة الأولى صفر والمشتقة الثانية موجبة معناته شو بدي يكون عندنا؟ قيمة صغرى محلية واختبار المشتقة الثاني ما يلو في المطلقة دائما في المحلية فعندنا قيمة صغرى محلية اللي هو شو بدي يكون؟ أي فرع فرع إيه هاي فرع بي فرع بي طيب السؤال بعده إذا كان F لكس تساوي كوسين للإكس ناقص صين للإكس فعندنا قيمة إكس التي تكون عندها الاقترام قيمة صغرى مطلقة صغرى مطلقة يلا اشتق F برايم تساوي مشتقة الكوسين سالب صين الإكس ناقص الساين اللي هو مشتقة اللي هي ايه كوسين الإكس ساوي مشتقة بالصفر طيب المعادلة فيها سين وكوسين دائما بقسمها عمين عكوسين دو يطلع عنا هون عكوسين للإكس وهون عكوسين للإكس والصفر عكوسين للإكس بظل صفر دو يطلع عنا سالب ثان الإكس ناقص واحد وساوي صفر يعني دو يطلع عنا ثان الإكس يساوي كم؟ او نقول السالب واحد اقسم على سالب واحد تطلعنا سالب واحد طيب تاني الاكس ساوي سالب واحد بعناته اكس ساوي الفترة تبعتنا من وين لوينا جماعة فترتنا في السؤال جاية من صفر الى باي في الربع الثاني التاني بيكون سالب يعني اكس ساوي ثلاثة باي على اربعة ثلاثة باي على اربعة طيب هسا احنا بدنا قيمة صغرة صغرة مطلقة هلا القيم القص والمطلقة كيف نجي بنطلحها نعمل المقارنة بنطلع اف الصفر وبنطلع اف الباي وبنطلع اف الثلاثة باي اربعة اصغر واحدة فيهم بتكون صغرة مطلقة اصغر واحدة فيهم صغرة مطلقة عوض للصفر اف الصفر كوسين الصفر واحد والصين تبعها صفر واحد نقص صفر هي واحد عوض الباي كوسين هي سالب واحد سالب واحد نقص صفر هي سالب واحد لحد الان صغرة مطلقة عند الباي الثلاثة باي على اربعة الكوسين تبعها سالب واحد على جذر الاثنين سالب واحد على جذر الاثنين ناقص السين تبعها بدي يكون موجب واحد على جذر الاثنين لما نجمع حم بطلعوا سالب اثنين على جذر الاثنين اللي هي تساوي الاثنين هي جذر الاثنين في جذر الاثنين فتصفي سالب جذر الاثنين هل لو سألتك ميلا أصغر السالب واحد يا جماعة ولا سالب جذر الاثنين جذر الاثنين هو عدد بين الواحد والاثنين لما يصير بالسالب بين السالب واحد وسالب اثنين طب هاي سالب واحد كل ما كبل العدد في السالب كل ما صارت قيمته كم؟ أصغر فبالتالي سالب جذل الاثنين أصغر بعدين انت معك قالي حاسبة في الامتحان دخل جذل الاثنين على الحاسبة وضربها بسالب شوف شو الجواب هل هو أكبر من سالب واحد ولا أقل من سالب واحد رح يطلع أقل من سالب واحد فقيمة X كم طلعت معانا؟ ثلاثة باعة أربعة اللي هو أي فرع؟ فرع C فرع C تمام يا جماعة؟ طيب نجعل السؤال بعده سؤال اللي هو دقيقة هي خلصنا احنا عشرين نجعل سؤال واحد عشرين القيم العظمى للاقتران F في الـ X في العظمى المطلقة طيب سهل يلا هاي F برايم للـ X تساوي أربعة ناقص اثنين X سويها بالصفر يطلع عندك الأربعة تساوي 2X يعني X كم تساوي؟ تساوي 2 طلع F في الـ 2 وطلع F في الـ 0 بلا خليني نرجع كمان شوي للسؤال قبله وF في الـ 4 خليني شغلي كمان مهمة خصوصا في الأسئلة المقالية F في الـ 2 أربعة بثنين ثمانية ثمانية ناقص أربعة هاي أربعة أربعة وستة هاي عشرة F في الـ 0 هاي بتروح هاي بتروح شو بصف عندي؟ ستة F في الـ 4 ستة عش نقص ستة عش زائد ستة بتطلع عندنا ستة هو بده القيمة العظمى المطلقة بقوله قداشته ساوي 10 الخيارات اللي هو في الـ مين في الـ C طيب خلييني بلا نعمل بس مقارنة بسيطة طلع هون قل لك قيمة X التي يكون عندها قيمة X فشو طلي معنا الجواب؟ زي ما قلنا قبل شوية ثلاث باعة أربعة هلأ في السؤال البعد وشو قل لك؟ بدي القيمة العظمى المطلقة القيمة العظمى المطلقة هلأ محط لك ثلاثين في الخيارات؟ علشان يخربطك أنا ما بدي قيمة X�i عندها عظمى المطلقة لا بدي القيمة العظمى المطلقة ميز فى سؤالك هل أطالب القيمة القصوى القيمة X1 التي وجد عندها قصوى إذا قل لك قيمة X خلاص X اللي طلعت معك إذا قل لك القيمة القصوى قيمة عظمى محلية صغره محلية عظمى مطلقة صغره مطلقة ف Perri Max بلالله هيتم تبهلها طيب بيجع سؤال 22 الإحداثي X هي نقطة اللي نعطاف يلا اشتقلي مرتين بنقول هاي F فتحة تساوي 5 X قوة 4 ناقص 20 X تكعيب زائد 3 مرة ثانية F فتحتين تساوي 20 X تكعيب ناقص 60 X تربيع سويها بالصفر خذ 20 X تربيع مشترك شو بظل عنا X ناقص 3 تساوي 0 اما X تساوي 0 او X تساوي كم 3 هلا الانعطاف مش شرط اللي بتطلع لتكون انعطاف لانه شرط الانعطاف انه الاقتران يغير طبيع التقاعره ممكن حولين هاي القيمة ما غير طبيع التقاعره فلا تعتبر انعطاف فلازم ادرس اشارة على خط الاعداد اقول هاي الصفر وهاي الثلاث وعوض في مين في F فتحتين اللي بيغير طبيع التقاعر عندها هاي نقطة انعطاف تعال عوضلي قبل الصفر خذ السالب واحد هون تربيعا يموجب انساها مش راح تأثر عوضها هون سالب واحد سالب ثلاث هي سالب خذ الواحد واحد نقص ثلاث هي سالب خذ الاربعة اربعة نقص ثلاث هي واحد هي موجب هاي اللي عندها انعطاف هاي مش انعطاف لانه ما غير طبيع التقاعره طب السؤال طالب الإحداثة X بقوله X تساوي ثلاثة يعني فرع مين فرع C فرع C شرط الإنعطاف يا جماعة يغيّر طبيع التقاعر إذا ما غيّر طبيع التقاعر يعني من الأسفل للأعلى أو من الأعلى للأسفل لا تعتبر النقطة نقطة إيش إنعطاف هاي من الشغلات اللي أصلا ركزنا عليها خلال المد سؤال ثلاث عشرين يبين الشكل المجاور منحة الاقتنان F في الـ X F في الـ X طيب فإن النقطة التي تتحقق إشارة F فتحة و F تحتين موجبة طيب F فتحة بتحكي عن تزايد تناقص F فتحتين عن تقاعد للأعلى والأسفل F فتحة موجبة يعني متزايد F فتحتين موجبة يعني مقاعد للأعلى بدي النقطة اللي عندها الاقترام طالع لفوق و قوسه برضو لفوق مش ولا طالع و القوسه لتحت لا طالع لفوق و قوسه لوين لفوق اللي هو طالع و القوس 7 لفوق عند مين؟ عند اللي هي L لأن عند L بصير نازل نزول فبالتالي النقطة اللي بيكون عندها F فتحة موجبة و F فتحتين موجبة يعني متزايد وفتحها لوين؟ لفوق للأعلى اللي هي فرع مين؟ فرع بي فرع بي سؤال سريع سؤال من أسل تكتار طيب السؤال بعده بقوله يمثل اقتران في تي الاقتران في تي المبين من هنا في الشكل المجاور السرعة المتجهة لجسم يتحرك فيه مصار مستقيم حيث فيه السرعة المتجهة بالمثل لكل ثانية وتيز زمن بالثواني ما الفترة الزمنية التي يتحرك فيها الجسم في الاتجاه الموجب طيب لما قل لك جسم يتحرك في الاتجاه الموجب جسم يتحرك في الاتجاه الموجب معنى يتحرك في الاتجاه الموجب يتحرك في الاتجاه الموجب يعني بدل الفترة اللي بتكون فيها السرعة موجبة إذا السرعة موجبة يعني يتحرك في الاتجاه الموجب السرعة سالبة يتحرك في الاتجاه السالب هلأ الفترة الزمنية اللي بتحرك فيها في الاتجاه الموجب من أول من 5 يعني صارت الرسمة فوق محور X من عند الخمسة لعند مين لعنده 12 في الاتجاه الموجب من 5 إلى 12 اللي هي قداش؟ اللي هي فرع ايه؟ بدون حل فرع ايه من خمسة إلى كم إلى أطماشة؟ طيب سؤال 25 بقولك إذا كان الاقتران م اكس تكعيب نقص ثلاث اكس تربيع له قيم صغره محلية عند اكس ساواتين صغره محلية وعظمه محلية صغره مش عارب ايش؟ هذا ما بتهميش كلياته هذا كثير حدود إذا إيله قيم قصة معناه تلازم بكون حرجة معناه حرجة يعني المشتقة تساوي صفر يعني كأنه بقولك إنه اف برايم للاثنين تساوي كم؟ تساوي صفر طليع الاف برايم للإكس اللي هي تساوي ام اكس تكعيب وشتقتها ثلاثة ام اكس تربيع ناقص ستة اكس هاي اف برايم هلا هو قالك إنه اف برايم للاثنين تساوي صفر عوض للاثنين أربعة في ثلاث اطناعش إذن اطناعش ام ناقص ستة باثنين اطناعش تساوي صفر يعني اطناعش ام تساوي اطناعش معناته ام تساوي كم؟ تساوي واحد ام تساوي واحد اللي هي فرع مين؟ فرع مين فرع مين فرع مين سؤال سهل يعني مباشر بس على القاعدة زي ما قلت لك مش كل أسل الضعدائرة بدها حل وتعتبر طويلة طيب يجي عمين على العدد المركبة ما قيمة آي قوة سبعة وخمسين هذا سؤال ستة وعشرين قلت لكم يا جماعة آي قوة موجبة آي قوة موجبة عبارة عن آي قوة باقي قسمة القوة على أربعة السبعة وخمسين لو بدك تقسمها على أربعة اقسم سبعة وخمسين على أربعة هون واحد هاي أربعة هاي واحد سبعة عشر على أربعة فيها كم؟ أربعة أربعة بأربعة هاي ستة عشر اطرح كم؟ واحد كم الباقي؟ الباقي واحد هي عبارة عن آي قوة واحد اللي تساوي كم تساوي آي فبتطلع عنا اللي هو فرع مين؟ فرع سين دائما قوة الموجبة باخل القسمة على كم على أربعة نيجعى سبعة وعشرين سؤال سبعة وعشرين ما قيمة جدل الاثنين ناقص آي ناقص آي في واحد ناقص جدل الاثنين آي يلا حسب لي هاي جدل الاثنين ناقص آي ناقص اضرب آي في واحد يعني آي آي في سالب جدل الاثنين آي لما تضرب آي طبعا سالب ظلت برا آي في آي سالب واحد مع سالب صفي موجب جدل الاثنين زائد جدل الاثنين دخل السالب عليها جدل الاثنين ناقص i ناقص i ناقص جذل الاثنين الجذر ناقص الجذر مروح سالب i سالب i سالب الاثنين i اللي هو بدي يطلع عنا فرع مين فرع c العدد المركب أتوقع دوائر هتكون سهلة أتوقع أتوقع العدد المركب تكون ايش سهلة طيب نيجي على سؤال ثمانية عشرين طبعا الأسئلة المقالية كلها نزدت عندك حلها تمام بس احنا بيبني ألا الدوائر ثمانية عشرين ما قيمة أربعة زائد i على اثنين ناقص ثلاثة i قسمة أربعة زائد i على اثنين ناقص ثلاثة i اثنين ناقص ثلاثة i طيب لما بتقسم هذا على هذه يا جماعة مش في القسمة بضرب في مرافق المقام بضرب في اثنين زائد ثلاثة i وفوق في اثنين زائد ثلاثة i يلا أربعة باثنين هاي ثمانية أربعة في ثلاثة i زائد اتناعش i i في 2 زائد 2i i في 3i اللي هي i تربيع سالب 1 في 3 هي سالب 3 على نربع الأول زائد نربع الثاني بدون إشارة 2 تربيع 4 زائد 3 تربيع كم تطلع؟ 9 نجمع 8 نقص 3 هي 5 12i زائد 2i زائد 14i على 4 و 9 كم بطلع؟ 13 شوف للخيارات هل في واحد نفس الخيار هل يقول له لا؟ 5 زائد 14i على 13 معناته أنا بحكي عن مين؟ عن b فرع مين؟ فرع d طيب 29 ما سعة العدد المركب؟ هاي 29 ما سعة العدد المركب 2 زائد 2i تربيع 2 زائد 2i كلها تربيع العدد المركب سواء بدوضلع من قياسه أو سعته لازم يكون صورة قياسية يعني x زائد i في y بس كنتك تفك التربيع في الأول تقول لي الأول تربيع 4 زائد 2 بالأول بالثاني 2 بالثاني 4 بالثاني هاي 8i زائد الثاني تربيع الأربعة i تربيع i تربيع سالب واحد في أربعة هاي سالب أربعة يعني كي أني بقول لك أربعة و نقص أربعة بتروح شو بصف عنا؟ 8i هلأ الطلب بقياز المقياز سهل اللي هو تبع الجدل إذا طلب سعة يا جماعة إذا كان عدد لحاله أو كان مع i إذا لحاله يا بكون موجب يا بكون سالب وإذا مع i يا بكون موجب يا بكون سالب هلأ السعة نحن بناعرف مع صورة بين سالب باي و باي هلأ هذول الشغلات كلها بتكون شغلات محورية إذا كان العدد لحاله مع i أو مع إيش مع i لحاله أو مع i يعني يكون العدد مركب متقوى من جزء واحد خلي نقول جزء واحد يا بكون جزء لحاله يعني مثلا خمسة أو ستة أو سالب ثلاث أو بكون جزء لحاله مع مين مع i طيب إذا كان موجب قديش بتكون السعة بكون هذا العدد يعني مثلا سعة الخمسة قديش سعةها طيب هي الخمسة يا جماعة الخمسة معناته صفر i صح ولا لا معناته إحنا عم يحور الريال الموجب الريال الموجب قديش زاوية بتكون صفر إذا كان العدد سالب بتكون عن الريال السالب يعني قديش تكون الزاوية سالب باي إذا كان العدد مع i يا بكون فوق يا بكون تحت إذا موجب بكون فوق يعني باي على اثنين وإذا سالب بكون تحت يعني سالب بيع 2 خلص دائما هاي القاعدة للعدد مع i لحاله أو الخمسة لحالها ما يكون فيها لا زائد ولا ناقص فبالتالي أنا عندي 8 i يعني العدد مع i ما إنه موجب معناته كم بدأ تكون الساعة تبعته بيع 2 اللي هو أي فرع ما ساعة العدد المركب بيع 2 يعني فرع دي فرع دي طيب ما الصور المثلثين العدد مركب زد تساوي زد هذا السؤال اللي هو سؤال 30 آخر السؤال عنا زد تساوي اثنين زائد اثنين i بدنا صورة المثلثين أنا حتى أجيب الصورة المثلثين بلزمني الارجومنت بلزمني اللي هو إيش الارجومنت اللي هو الساعة وبلزمني اللي هو إيش المقياس هلا بدي أجي أقول مقياس زد مقياس زد تساوي تحت الجذر هاي تربية زائد هاي تربية اللي هي أربعة زائد أربعة اللي هي جذر الثمانية بس طلعلي في الخيارات هيك نظرة سريعة فيش جذر الثمانية صح؟ زبطها الثمانية أربعة باثنين يعني اثنين جذر لاثنين هاي السعر هلأ النقطة ثنين واثنين في أي ربع؟ في ربع الأول معنى هاته الارجومنت بطلعه مباشرة بدون ألفة بقول له الارجومنت لزد عبارة عن كم تان انفرس تان انفرس الواي ع اكس اثنين عن اثنين كم بطلع؟ واحد واللي تانها واحد بدي شو ساوي؟ اللي بتطلع عنا باي على أربعة لو نحن في أي ربع؟ ربع الأول طيب حسا بدي الصورة القياسية الصورة المثلثية بقول له زد تساوي جيب للمقياس اللي هو اثنين جذر لاثنين اثنين جذر لاثنين فيه؟ القانون شو بقول لك؟ كوسين الزاوية زائد آي ساين الزاوية باجي بقول هاي كوسين البعي على أربعة زائد آي ساين البعي على أربعة هلأ ممكن ما يكونش حط لك ياه في الخيارات؟ يعني طلع هاي ناقص وهي ناقص هاي زائد وهيزائد اثنين جذر لاثنين كوسين البعي على أربعة زائد آي ساين والله هي ما ظنية جاهزة بدون أي لعب فيها خلاص هاي فرع مين؟ ساين يبوني هاي يبوني خلاص أول ثلاثين سؤال بعدها ايضا ننتجل للنبوضة جدا موسيقى 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 موسيقى